اشتركوا في القناة في القناة مخالفة في السياسات اليوتيوب وعدت لكم بهذا الفيديو عشان اطرح مقترح للاخوة اليوم لديهم محتوى بنفس محتوي وما عندهمش مجال لتحقيق الداخل وما فيش مجال الربح من اه محتوى امن المعلومات او السيكروتي على اليوتيوب بسبب التضييق علينا فبطرح لكم بهذا الفيديو المنصة الانسب والاقمل لنا كصنع محتوى في هذا المجال والاسرع في تحقيق الارباح ايضا وعن تقربة بشرح لكم هذه المنصة وما هي الخطوات اللازمة لتحقيق الدخل فعليا على هذه المنصة طبعا مش رح تقربتي على منصة الليبري هي منصة تعتمد في ارباحها على عملة الليبري عملة رقمية مشفرة وممكن انك تربح هذه العملة من خلال مشاهدة الفيديوهات او من خلال رفع الفيديوهات الخاصة بك او ايضا من خلال التفاعلات والاشتراك في قنوات الاخرين ممكن تحصل ايضا ارباح من خلال الاشتراكات في قنوات الاخرين وايضا ممكن تحصل ارباح من خلال المشاهدة الفيديوهات الاخرين وايضا ممكن تحصل ارباح من خلال رفع فيديوهاتك على قناتك ايضا ممكن تحصل ارباح في كل هذه الحالات فمنصة الليبري منصة امتازة جدا ومناسبة لنا كصنع محتوى في مجال امن المعلومات وفي مجال الامن السبراني اه وبالذات بعد تضييق الخناق علينا على اليوتيوب فانا حاليا عندي قناة على الليبري وبشتغل عليها وكل شي فيها تمام فالمنصة رائعة جدا وناشئة وممكن يكون لها مستقبل جميل جدا ان شاء الله طبعا حاليا القنوات في مجالنا اه هي على مستوى العربي قليلة جدا محصورة بين اه قنوات معدودة بالاصابع فحاليا انا بشرح بهذا الفيديو اول جزء بيكون خاص بانشاء محفظة خاصة بالسحب الارباح وايضا الجزء الثاني بيكون اه خاص بانشاء قناة على اليبري طبعا ممكن انك تخلي في تزامن ما بين قناتك على اليوتيوب وما بين قناتك على اليبري بمجرد انه يتم رفع فيديوهاتك على اليوتيوب يتم نشرها بشكل تلقائي على اليبري وايضا ممكن ترفع كل فيديوهاتك بشكل تلقائي وتاخد منهم نسخة احتياطية من اليوتيوب الى اليبري مرة واحدة طبعا هذا الشرح بيكون شرح المال على المستوى العربي على اليوتيوب هو الشرح الاول على قناتي وابتكلم فيه بشكل مفصل فاليوم بيكون اه درس لنا عن كيفية انشاء محفظة الكوين اكتشانج محفظة الكوينز اه ممكن اه نستفيد منها في التحويل من اليبري تحويل الارباح من اليبري فممكن نستفيد من هذه الارباح في تداول العملات الرقمية في اه تحقيق ارباح من العملة العملة الرقمية وايضا ممكن نشتري فيها بيت كوين وايضا بنفس الوقت فحاليا بروح على المتصفح وبقوم بفتح متصفح جديد وبكتب كوين اكس تمام كوين اي اكس تمام بسوي انتر طبعا اه بقوم بفتح هذا الرابط اولا هذا هو الرابط الخاص بموقع الكوين اكتشانج فاول شي بيطلب منك اه ادخل اه معلومات تسجيل الحساب فا بروح ندخل البريد الالكتروني الخاص بنا بدخل انا البريد الالكتروني طبعا قد سجلت على الموقع فحاليا بمشي بريد جديد علشان اوضح لكم الفكرة بعدها في هذا المكان بروح اعمل بخليه رح يرسل الكود على البريد الالكتروني وبروح على البريد الالكتروني وبدخل الكود الان اسفل اقوم بتفعيل خيار الموافقة على سياسة الموقع وبعدها بنسوي ساين اوب لانشاء الحساب طبعا في حال يقول لي انه في خطة في الكود بتأكد مرة ثانية في الكود الان ثمانية تسا اثنين سبعة ثلاثة خمسة وليس ستة ثلاثة خمسة اوكي طيب الان سوي ساين اوب بتسكيل الحساب والان بيطلب مني اه التحقق بخطوتين اه من خلال البريد او ايضا من خلال الرقم التليفون خلال الاس ام اس بسوي اه بسوي الان اه سيند كود تمام بيتم ارسال الان الكود مرة ثانية طيب بقوم الان بادخال الكود تسعة سبعة واحد صفر اربعة ستة بسوي نكست طيب حاليا بيطلب مني ادخال اللي هو البلد مفتاح البلد ثم باضخل رقم التليفون بعدها بسوي سيند كود وبيتم ارسال كود اه اس ام اس وصل الان الكود الان تم ارسال الكود الان اقوم بادخال الكود صفر اثنين ثمانية واحد ستة تسعة بعدها بسوي نكست التالي وكذا تم تفعيل حساب بطريقة التحقق بخطوتين عن طريق البريد الالكتروني وايضا عن طريق اللي هو اه رقم التليفون والاس ام اس في حالي نحن في الواقع الرئيسية للمحفظة في المحفظة فيها كثير عملات رقمية ممكن تستفيد منها باكثر من طريقة فحاليا بروح على اه بروح على الاسيتس ومن ثم بروح على الديبوزيت ولا بروح على الويدراو مثلا بتلاحظ في هذا المكان اللي هو الديبوزيت اللي هو الايداع انت بتودع اه من محفظة ثانية واللي هو بنشتغل عليه في هذه الفيديوهات وعندنا حاليا اكثر من عملة رقمية في هذا المكان اه في اكثر من عملة رقمية واللي همنا حاليا اللي هو اللي بري البي سي اوكي هذه هي عملة اللي بري ونقوم باخذ الحافظة حقنا او المحفظة تبعنا بروح نعملها كوبة وبعدها في الفيديوهات الثاني ان شاء الله في الجزء الثاني بتعلم كيف نقوم بالتحويل من اللي بري الى محفظة الكوين اكتشانج بطريقة مبسطة جدا ايضا بمكانك تقوم بعمل وتعمل سحب وفي عندك اكثر من طريقة للسحب في عندك هنا اكثر من عملة رقمية ممكن تعمل تحويلات ما بين العملات الرقمية ايضا بنفس الوقت في وادي وعندك الا هو اللي هو السقل لدع وعندك هنا besteht دروann ولا يوجد السقل السحب وا também dentro sticky في عندنا بالواقع الرئيسية للمحفظة في عندنا هنا التداول هنا ممكن انك تشتري اللي هو العملات الرقمية وايضا بتلاحظ هنا اه في هذا المكان العملات الرقمية وهنا في عندنا عملات American بالاسفل. بتلاحظ هنا المواشرات الخاصة بالعمل الرقمية. وبنتكلم عن هذا بالكامل ان شاء الله بالفيديوهات القادمة. وبالفيديو القادم ان شاء الله سوف نتعلم كيف نقوم بانشاء حساب على الليبري وانشاء قناة على الليبري. وايضا اه كيف نقوم بعمل تحويلات للارباح. اه اتمنى ان نتعجبكم من الفيديوهات وتنالي عقابكم. اه اذا في طلب لاستمرار بالفيديوهات. ممكن تركو لي رأيكم بالتعليقات علشان استمر بالسلسلة. وبشرح تقربة في تقربتي في الليبري وميزاتها وطبعا فيها اشياء كثير جميلة جدا. ممكن تساعدك في اه تحقيق الداخل بشكل اسرع لو انت ما قالك في مجالنا. اللي هو امن المعلومات. وتنتقل على منصة لبري كمنصة مناسبة لنا بتمانيتي بالتوفيق للجيمي ان شاء الله. والقاكم ان شاء الله بالفيديوهات القادمة في اعمال الله.